أيتها الأم للرسائل التالية وابنتك الآن جالسة اسمعي أجمل ما في الزواج هو الحب نتكلم بشفافية النقطة الأولى أجمل ما في الزواج الحب نحن دمر كثير من الأسر سابقا دمرت العلاقة الزوجية ولم تشعر بعض الأمهات أو الجدات الآن والأجداد بلذة الزواج بسبب كان مبدأهم في الزواج أكشط وارضح كان لا يرى زوجته إلا ليلة الزفاف وهذا خلاف الهدي النبوي رجل من الأنصار شاب خطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها قال لا قال انظر إليها فأنه أجدر أن يؤدم بينكما يعني في مودة تصدر النبي صلى الله عليه وسلم قال قل قال انظر إليها قال روح شوفها عليه الصلاة والسلام قال اذهب وشوفها وليس في نفسه كل المؤمن يغضوا من أبصارهم لكن هو أراد الحلال فالنبي قال لا شوفها يمكن تحبها تهواها مودة يصبح بينكم فرجع الشاب فرآها عند أهلية طبعا هذا شيء التفقين عليه حتى ما يخرج المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فنظر إليها مسألة أخرى بما أن الحب أجمل ما فيه بذرة الزواج أجمل ما فيه بذرة الحب إذا أنا حبيت الله شرع لي طريق الزواج قال لك سير تزوجها فلو أنا كل ما أحب ظروف المادية ترفض بسبب ظروف المادية أرفض كل ما أحب بسبب ظروف المادية أرفض سأتزوج ربما من لا أعلم من لا أحب من لا أطيقه لأنه راضي بظروف المادية يترتب عليه الطلاق والشقاق والنزاع وإلى النهاية وأبناؤنا في الطرقات إن كان هناك أبناء فلهذا أجمل ما في الزواج الحب لماذا؟ لأنه يتغاض عن الكثير أنت إذا أحببت زوجتك غضبت الطرف عن كثير من المشاكل أنت إذا أحببت زوجتك إن غضبت ابتسمت تبتسم لا شعوريا وإن أزعجتك تنصط وإن قالت كلمة جرحتك تحتويها لأنك تحبها لكن لو كنت تزوجت تزوجا عشوائيا هذا اسمع في نهايته مآله لا يحمد لهذا أنا وأيتها الأم الفاضلة اسمع مني واعتبريني أخلك لذة الحب أن يكون من باب الزواج لذة الزواج أن يكون من باب الحب لذة الزواج أن يكون الدافع حبا حبا ليس فقط حبا بالشكل يا أخي ربما حبب أخلاقها ربما حبب جمالها النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربعة لجمالها النبي صلى الله عليه وسلم ما منعنا صلى الله عليه وسلم بنت شفت جمالها حبيت جمالها تزوجتها النبي ما قال لا صلى الله عليه وسلم ما قال عب عليكم لا قال تنكح المرأة لأربعة منها لجمالها وفي ناس لا والله دينها عجبني خجولة يتزوجها وفي ناس أبوها فلان تحت هذا ملايين ما منعني الإسلام هذه بنت فلان عندها أربع شركات ورصيد وكذا كذا وتصرف في اليوم عشرين ألف درهم بس مطاعم مثلا يقول لها قبل زوجها الإسلام ما منعك في النهاية قال فاضطر بذات الدين تريبت يدك إذن لابد بذرة إعجاب تنكح المرأة لأربع بذر الإعجاب أربع كل الرجل يريد أن يتزوج إذا رأى فتاة يجب أن تكون أربع وربما ولا وحدة تعجب فما يجب فتخيل أنا أعجب بالدين أرفض بسبب المال ظروف المادية يا أخي الله يرزقني صح أنا الآن وضعي تعبان بش ربما لما تأتي هذه في حياتي الله يزيد رزقي أول ولد الله يفتح عليك أكثر ربما أنا يعجبني الآن جمالها خلاص أعجاب فالشاهد لنتفق يا أيتها الأم الفاضلة أن لذة الزواج أن يكون دافع حبا وليس غريزة الحيوانات عندها غريزة الحيوانات ما تحب عمرك شفت حمار وحشي ها عمرك شفت يحب حمارة وحشية بصراحة عمرك شفت قرد يحب قردة أسد يحب غريزة لأن حياتهم حيوانات قائمة على الغريزة الإنسان لا الحياة الزوجية قائمة على الحب يجب أن نفرق فأنتم لما أيتها الأم تمنعي هذا الباب تجعل الحياة الزوجية لا لازم كذا ولازم كذا ولازم نفرط الشوكولاتة أهم شيئاً لأن بنت خالد عمت أمي أدت بفندق كذا الصالة وكان نفرط الشوكولاتة موجودة أنا بنتي ليست أقل من بنت عمت خالد أمي فهينا تدخلين في صراع مع ابنتك حتى أنت يا أختي الفاضلة تضع قدماً على قدم أمام جاراتك صباحاً وتقولي أنا تقدم لابنتي فلان ابن فلان وأنا خطيب ابنتي دفع كذا وكذا وصال كذا وكذا والكذا حتى تضع قدم على قدم وتفتخري أنت بهذه القدم كنت تدوسين على مستقبل ابنتك وأنت لا تشعري فلنتفق أن لذة الزواج أن يكون دافع حباً وليست غريزة ليست غريزة لأن الله عز وجل شلما قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ما قال لتجامعهن أول شيء ما قال لتجامعهن قال لتسكنوا إليها حب ها وش قال بعد وجعل بينكم مودة ورحمة ثلاث أمور يجب أن تجتمع يا سيدة الفاضلة يا أخت الفاضلة في الحياة الزوجية أسكن لها إذا أنا ضقت من العالم أسود العالم وأريد الطمأنينة أسير عند زوجتي فهلأ زوجاتنا الآن هكذا أنا بسأل زوجاتنا هكذا إذا أنا ضقت في العالم وأسود العالم وأريد سكينة أذهب لزوجتي ربنا يقول زوجتك هذه وظيفتها ولا تسير مقاهي ولا تسير عند صديقك ولا تروح تجلس في البر ودلت القهوة وتقول لها أنا أعتزل العالم النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاقت به الدنيا ذهب لخديجة لما ضاقت به الدنيا ذهب عليه الصلاة والسلام لخديجة فأول شيء من أساسيات الحياة اسمعي يا أيتها الأم اسمعي أنا لماذا قلت لأن النتيجة أزعجتني لما هذا الكم الهائل من نساء 82% من الأمهات ترفض إذن عندنا كارثة فكرية تجتاح المجتمعات فلما أنا تأتيني يأتيني تسكن إليها إذن أول شيء في الزواج أريد سكينة وثاني شيء مودة ورحمة ثلاث أسس لابد أن تجتمع في الزواج أول شيء أطمئن لها مودة بيني وبينها ورحمة أرحمها لم يذكر الله الظروف المادية ما قال لتكتسب لتعيش لم يذكر الحياة الغريزية بل ذكر الله عز وجل هذا مبدأ ودافع للزواج سكينة مودة ورحمة فأنت أيها الأم الفضي يجب أن تنظر لهذا المعيار هل هذا يكون سكينة لابنتي هو ابنتي تكون له سكينة هل أرى بينهم مودة وحب ورحمة وخلنا نتفق على الأرض أنا وأنت خلي الإعلان مثالي واخرج وقول الحب معاذ الله كل واحد عنده أخت أو بنت اعلم أنها ستحب ربما أنت الآن كعربي ترفض هذه الفكرة ارفضها بكيفك لكن حنانا الآن أخاطب الشباب أخاطب الآباء إذا كان عندك أخت تعمل ربما يحبها الموظف صح ولا لا شباب كلام منطقي بصراحة جاوبه ربما يحبها الموظف ربما يحبها مراجع فيأتي يتقدم لها بما شرع الله الزواج علمت ربما أختك ما تعمل بنتك ما تعمل خرجت للسوق صاحب المحل رآها فأعجب بدينها فتقدم لها الزواج فكل واحد يملك أخت أو بنت لابد أن يعني أحد من الشباب أحد من الموظفين أحد من المراجعين أحد من المحيط ربما ابن الجار ابن جارها يحبها أعطيك ربما ابن عمها يحبها يحب الأخت أو البنت فلنتفق على هذا الأمر أن هذا موجود هذا موجود في حياتنا نحن بلا حب نحن أصبحنا عبارة عن بهائم أعزكم الله الحب هو اللي يجمل حياتنا معشر البشرية نحن نحب في الدين ونحن نحب في الأسرة ونحب عيالنا ونحب عملنا حتى ننتج فكيف الزواج الذي هو أحد أركان المجتمع بيت الأسرة أحد أركان المجتمع فأتفق أنا وأنت أيها الشاب أيها الأب إن أي رجل يملك في بيتي أخت أو بنت لابد من ظروف الحياة حد يحبها ابن عم ابن الخال مراجع في العمل موظف زميلة في العمل حبنة والنظرة مثل فيأتي يتقدم لها من باب الحلال يطرق الباب يقول أنا أريد بنتكم للزواج فأنت هنا يجب أن تكوني عونا إذا رأيت للحب ثمرة إذا رأيت يوجد مآل حب الثمرة أن تكوني عونا لا تكوني تشترطين على هذا الزوج افعل وافعل ثم مسألة أخرى النقطة الثانية ما تشوفون حنا المادة تفسد حياتنا أتكلم معكم بمنتهى صراحة ما تشوفين أنت هيئتها الأم أيها الأب اسمعني أنت أنا أريد الأب لأن الأب إذا لك كلمة أنت انتهى الموضوع ما تشوفون الحياة المادية أكسدت حياتنا سابقا كنا ما لما تأتي خالتي تقوم بدعوتنا وحنا أطفال للعشاء أو لإفطار رمضان والله ما نكترث في الأطعمة وحنا صغار كانت خالتي إذا دعتنا لطعام الإفطار في رمضان أو في غير رمضان أو عمي ما ننظر ما نقول وش تطبخون اليوم نطبخ كذا أوكي لو بس كذا أبدا كان أهم ما فيها أن نجتمع أسرة نجتمع ونضحك ونفرح ونلعب حنا أطفال الآن ما تشوفون التكلفة في العزائم أفسدت لذة الاجتماع كذلك الأفراح سابقا لما كان ونحن أطفال بيت جار نتزوج حنا نفرح ونحن ما لنا علاقة نفرح ونأتي ونسفق ونمشي مع العريس وفرحاني فلان نتزوج ما تشوفوا الآن التكلفة أفسدت حتى على الزوج الآن أي شاب يريد أن يتزوج اجلس معه يقول لك أثاث البيت هذا شيء طبيعي أعينه مثلا لو عندي قدرة الصالة لازم الصالة تكون رويل يا شيخ رويل هي لازم رويل عشان أبيض وجهي أمام أمها أمها مش طرطة رويل وفستان يجب أن الفستان يقول أقل شيء أربعين وعشرين وثلاثين ألف أسألك بالله أنا لما آتي أضع فلوسي راتب شهر شهرين ثلاث حتى سيدة الدلال أمها ترضى عن فستان الزفاف أسألك بالله أليس هذا إجرام في حق عرقي تعبي أنا خاطب عقولكم لها برنامج رحيق ليس برنامج فقط ديني برنامج هدفه أن نخرج من صندوق الأسود نتكلم بجرأة وصراحة لأننا نشوف الشباب لما يأتي شاب يستأجر فستان زفاف بعشرين ألف درهم من أجل ليلة يا لية ليلة كم يأجرون ساعتين ثلاث ساعات من عرقي ثم تشترط أمور كذا وكذا أليس هذا يفسد لذة الزواج أليس هذا يفسد كانت سابقا يا سادة أعراسنا في المنازل لكن كانت تبهج القلوب تجد الأم فعلا فريحة والأب فعلا فرح كنا كنا نفرح الآن صالات بروتوكولات بطاقات دعوة بوفي مفتوح عشا فستان تكلفت كذا الألماس الذي تلبسه العقد تكلفته كذا السيارة الرز رايزي التي تخرجه من الصالة كذا شهر العسل أفسدت حتى على الزوج حتى على البنت ما تشوفون على الحياة المادية إذا دخلت بشيء أفسدت الحياة أفسدت الحياة سابقا كان إذا جاء الضيف حنا نكرم الضيف سابقا وش نكرمه ربما دلت القهوة والتمر شاي وقهوة أليس كذلك الآن إذا جاء الضيف لابد أن نضع ناقة فوق الأرز فأفسدنا فرحتنا بالضيف في شقائنا بعزيمة الضيف أنا لا أقول معنى كلامي أن نهينا إكرام الضيف لابد أن نكرم الضيف لكن لا نجعل هدف الأسمى إكرام الضيف وليس إسعاد الضيف بوجوهنا ولقائنا فأيتو الأم الفاضلة يجب أن تعلمي أن المادة متما دخلت بشيء تفسد تفسد ثالثا أيتو الأم من حقك تخافي على بنتك اللي يقول لك لا تخافين هذا مجرم لا أخافي على بنتك لكن يجب أن تعلمي أنك تخافي على بنتك في شيء أنت نفسك لا تضمنيه على زوجك ولا على نفسك علمتي؟ يعني ربما أخاف على بنتي أنا إذا جاء خاطب منحل أخلاقيا سوابق إجرامية عند مشاكل كثيرة مطلوب للعدالة أخاف أخاف على بنتي لكن أن أخاف على ابنتي بشيء أنا ما أملكه لنفسي بمعنى أخاف على ابنتي والله راتب خمس آلاف عشر آلاف صح؟ حقك تخافي لكن أنت ما تملك رزقك أنت باكر تستيقظين زوجك يخسر الملايين كم غني أفلس وأعلن إفلاسه وكم فقير فتح الله عليه فهذه الأرزاق بيد الله ليس من حقك ثم مسألة أخرى اعلمي أن الله إذا ضيق من باب يفتح من باب بمعنى أنا سأسأل سؤال لرجاء من ناطقين باللغة العربية هنا حد ناطق باللغة العربية ما تستحون مني من ناطق باللغة العربية ناطقين بسألكم سؤال لو جاءكم الآن خاطب لابنتكم راتبه عشر آلاف عندنا هنا في أبوظبي يعيش فيها ها انت شو تقول انت كتبي لا رجاء لا كلهم أجمعوا لا شوفوا كيف تغيير السؤال اسمعوا الان لو جاءكم خاطب راتبه عشر آلاف لكن مأمن بالسكن عنده أبو أعطاه شقة ملك يقدر يعيش فيها ها تغير شو يعيش كلهم يعيشوا شوفوا انتو نظرتوا للرقم ولم تنظروا لتبعات فضل الله كلكم نظرتوا للرقم عشر آلاف هذه حسبتوها بالأساسيات الحياة ما نظرتم لتبعات فضل الله أن الله أكرمه بشقة شوف تغيير السؤال لو جاءكم أحدهم راتب سبع آلاف ترضون لبنتكم ها لا زين جاءكم خاطب راتبوا سبع آلاف بس اسمعوا سكنه مأمن الشركة تدفع له ما يكهربى ومواصلات مأمنة وحتى هاتفه مأمن ومدارس عيال مأمنة وتأمين طبي بسبع آلاف توافقون يعيش يعيش انظروا كيف تغيرت النظر لهذا نحن سيئتنا في العالم أننا ننظر للحياة بالأرقام وننسى رب الأرقام ننسى فضل الله سبحانه وتعالى ننظر للحياة عشر آلاف ما تكفي زين كذا وكذا وكذا وعنده من فضل الله هي هي تكفي يا شيخ تكفي فيا سادة يا الأم الفاضلة لا تتعامل مع خطيب ابنتك فقط أرقام وتجرديه من المشاعر ومن فضل الله الله عز وجل من تمام عدله لا يعامل خلقه بالأرقام فربما إنسان راتبه بثلاثين ألف لكن تكاليف الحياة علي تجعل تضيق علي وربما الشاب راتبه بخمس آلاف وفضل الله عليه يسعد يسعد فلا تنظروا للحياة أرقام ثم مسألة أخرى ابنتك كم مرة ستحيا عيالنا هي مرة وحدة مرة وحدة أنت الآن لو سألتك تزوجت عن حب تقول لا ما تزوج عن حب كيف الحياة؟ الحمد لله حبيت على العين والرأس هذا وأنت لم تبدأ حياتك بحبه كيف لو بدأت حياتك بحبه؟ أليس كذلك؟ فإبنتك ستحيا مرة واحدة أنا أعلم بعض البنات فيه انطيش يحبون أي حد أعلم وأنت لك نظرة لكن إذا كان في ابنتك اتزان وكان في خطيب ابنتك اتزان ووجدت بينهم مودة لا تجعل حدود الأرقام وتنسي فضل الله وتفسد قلوبهم إياكي نحن ما دمرنا في هذا الزمن وتكلم بمنتهى الصراحة ما دمرنا بهذا الزمن إلا كيف ينظر الناس لنا هذه مصيبة كيف ينظر الناس لنا يعني تجد ربما الأب وأنا تكلم وأرجو من الأمات يتحملون له ربما الأب لا يبالي بهذا الأمر ربما الأب يقول خذها بملابسها أنا موافق لكن الأم تقول كيف ياخذها بملابسها شو يقولون الناس عنها الناس شو تعمل كذا الناس معرفة والناس صالة يقولون هيا سوي مصيب تبدأ بوساوس الناس وتنسى أقلهن مهرا أكثرهن بركة فربما الأب لا يبالي بهذه الكماليات التي للأسف ترهق الشاب المسكين الذي الآن بدأ حياة لكن الأم للأسف ربما هذه تهمها ماذا ستنظر لأختي وعمتي وخالتي النقطة الرابعة أيتها الأم الفاضلة اسمعي الآن لعنده زوج صاحب خلق تسجد لله شكر أنا لا أتكلم هذا الكلام لأقول أن الرجال أصحاب الخلق نادرين لكن أقول أن الفاسدين كثر وليس معنا لما أقول فلاء الفاسدين كثر أن الأخيار قلة لا لا ربما أقول الفقراء كثر لكن الأغنياء كثر أيضا ربما أقول الصحاري مساحته أكثر أيضا لينابيع أكثر فأرجو أن يفهم قصدي فمن طرق بابها أيها الأم إذا طرق بابك رجل خلوق وصاحب دين وحيي هذا يشتر بالذهب فإن الشباب في زماننا هذا إلا من رحم ربك نعلم مشاكلهم ونعلم ما بين عقوق وما بين ترف وما بين واوا مشاكلهم كثيرة شبابنا الزمن هذا حنا كانت أكبر مشكلة عندنا حنا شباب تعرف شو أكبر مشكلة كانت عندنا حنا شباب في جيل الثمانين والسبعين شو أكبر مشكلة عندنا إذا واحد طرق باب إختك يريد أن تزوج شو تدر شو لا تحسسون موليد إلى ألفين أنتم كان مشكلتنا يدخن ولا ما يدخن يشرب سجارة ولا ما يشرب صح ولا لا شوفوا بتسمتم كل يوم بتسمتم كانت مشكلتنا إذا حد تقدم لإختنا كان يشرب سجارة ولا ما يشرب هذه أقصى المشكلات لأنه كانت الناس تجمع الأدب والأخلاق والأبي ربي والمجتمع ربي لكن الآن هوههه إذا جاء حد نسأل كيف علاقته مع أمه كيف كذا وين يسهر وين يطلع كيف يقضي يومه عندها علاقات ولا ما عندها علاقات يغازر ولا ما يغازر فإذا جاءك شاب بخلق ودين أسجد لله شكرا استثمريه تدري ليه لأنه حتى لو ضاقت عليه الدنيا لن يظلم ابنتك ما يأتي يرميها في الشارع إلا لي الله swarm ludzi سلام معاك وليس بأمها ولا يأتي بسبب أبيها أبدا بل سيكرمها وأن ضاقت وإن هي ظلمت هو سيتق الله فيها أليس كذلك هذا يجب أن تضعي في ميزان عقلك وانسي أن تضعي قدم على قدم وتفتخري أمام جاراتك عرص ابنتي تكلفته وكذا انسي أنت تأخذين من سعادة بنتك وسعادة زوج ابنتك لتضعي في ساعات صالة وزفاف وكذا ثم المسكين يعيش عشر سنوات يقوم بسداد هذا الأمر التي أنت تريد أن تتبهراج به وأنا لا ألوم الأم اسمعوا أنا لا ألوم الأم أنا ألوم أيضا البنت البنت أصبح هكذا همها البنت تريد تفتخر أمام صديقاتها أن زوجي أتى لي بفستان وكذا وأنا عرصي في فندق كذا وفي صالة كذا وتقوم بإزهاق روحي وجسدي زوجي ذاك الشاب الذي يحي عشر سنوات ويقوم بالسداد من أجل أن تتزين أمام صديقاتها فعلت وتزينت سويعات وتذهب نحن يا السادة الذي أرهقنا أننا ننظر للغير يا أخي انظر لنفسك هذا الغير سيأتي وينتقد اسمع إحنا مشكلتنا يعني أنا مثلا حدي راتبي كذا أنظر لمن راتبه مئة ألف اللي سوى وحفلة وفنادق ومعرفين فأنا أنظر ليه فلان وأنا براوي مشكلتنا ننظر للغير وهذا الغير حينما يأتي ليحضر حفلة زفافي سيخرج ينتقد الناس ما ترضي وعلى فكرة لم يجمع الناس على حب حفلة زفاف ولم تجمع النساء على حب فستان زفاف ولم يجمع النساء على حب أن هذا كلفهم لا لا سيخرج منتقد لابد فإذا أنت سعيت لإرضاء الناس على حساب راحة هذا المسكين الذي الآن سيبدأ الحياة أنت أرهقتيه وقتلتيه وأنت لا تشعري يفقد لذة الحب والزواج لذة الحياة أن تكون بسيطة اسمعوا كلما زادت الحياة بساطة كلما كانت أجمل تعرفون حنا ليش نحب البر ليش الآن الشباب يحبون البر ليش أمهات يحبون البر ليه لأن تضع سجادة الصلاة وتجلس بين الرمال وتضع دلة القهوة مع الفنجال وتشعل النار تسوى الدنيا وما فيها كلما زدت بساطة للدنيا كلما الدنيا أعطتك سعادة وكلما عقدت الدنيا بالأمور المادية كلما الدنيا حرمتك من السعادة ثلاث كرات يا سيدي لا تجتمع في جيبك ثلاث كرات لا تجتمع إثنتان لا تجتمع الثلاث في جيبك مستحيل تجتمع إثنتان دون الثالثة ثلاث كرات في الحياة لا يوجد إنسان على وجه الأرض جمعها الثلاث في جيبه يستطيع أن يجمع اثنتين والثالثة تخرج المال وراحة البال والسعادة فمن جمع المال وراحة البال خرجت السعادة ومن جمع راحة البال والسعادة خرج المال مستحيل أن تجمع الثلاث كرات في جيبك هذه الدنيا فيا سيدي إما أن نختار البساطة ونرسم أجمل حياة لبناتنا وإما أن نختار الحياة المادية وتعقيدات الحياة ثم تأتي ابنتنا ضربت وأهينت لأن زوج الشاب سيشعر أني تورطت بألف دين ودين من أجلك أنت وراهنت على حبي لك وأنت لم تعينيني على الحب أنا وقعت في ألف دين ودين لأرضي أمك وأرضي أهلك ولم يراع مشاعري فلا الأم ساعدتني بديني ولا أهلك ساعدوني في ديني وأنت السبب سينقلب الحب لكراهية الحب يحتاج الاهتمام وردة تزرعها يحتاج دائما تزقيها دائما هذه الوردة والزهرة تخرجها لأشعة الشمس دائما اهتمام فأنا حبيت وزرعت أردت الاهتمام بالزواج لكني اكتشفت أن اهتمامي أصبح لأسد ديون البنك فأهملت الزهرة التي من أجلها ضحيت فماتت الزهرة ومات حبنا فتصبح حياتنا جحيم لكل أم فاضلة لا تقتل مستقبل ابنتك من أجل أن تفتخر أمام جاراتك لكل أم فاضلة لا تقتل مشاعر ابنتك من أجل أن تفتخر أمام أهلك لكل أم فاضلة لا تدمر أحلام أبنائكم من أجل غروركم لا تدمر أحلام أبنائكم لا تدمر أحلام أبنائكم من أجل سلطانكم أمام الناس أنا عندي وعندي لا تدمر حياة أبنائكم التي ستبدأ الآن من أجل حياتكم أنتم الذين أنتم قد تنهوها الآن اجعلوا كما عشتم دوركم اجعلوا عيالكم يعيشوا دوركم لا تدمر الحب في قلب ابنتك ولا في قلب ابنك اجعل الناس تعيش وأعينيهم جميل منك إذا جاءك ذاك الذي يحب ابنتك ويتحبها لين يستحب الدين هي تحبها مثلا هو ما سووا شيء حرام الحب الله زرعه في قلبنا سبحانه وتعالى وجاء يريد الحلال جميل منك تعينيه على الحلال يقول تعالى أنا قف معك أنا أمها ونقف معك هذا أنت تستثمرين رجل أنت تستثمرين رجلا صاحب خلق ودين ومن يستثمر بهؤلاء لن يخسر ولن يندم قط فأقول في النهاية كلمة الحياة لا تنتظر أحد اليوم انت عايش بكرا تميت شبابنا عيالنا الآن عيالنا يريدون أن يحيوا الحياة الشبابية التي في الحلال من أفضل يذهبون يسوون علاقاته بالحرام ولا يتزوج بالحلال فإذا لم نعنهم بالحلال أين سيتجه الشباب كارثة فأقول لكم أعينوا عيالكم على الحلال لأنه إذ لم نعنهم على الحلال نحن ندفعهم لأبواب الحرام ندفعهم دفعا لأبواب الحرام فأعينوهم على الحلال حتى يبقوا في أحضاننا في أحضان عاداتنا وتقاليدنا في أحضان ديننا فإذا ضيقنا عليهم شددنا عليهم سيتفلتون من أحضاننا ومن خرج من حضننا بالكاد أن يرجع لنا حياكم وبياكم ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان ترجمة نانسي قنقر